هدوء نسبي مشهدته مدينة كوباني عن العرب السورية الكردية بعد ثلاثة أسابيع من القتال الضاري إلا أن الهدوء لم يضم طويلاً فوتيرة المعارك ما لبثت أن ارتفعت من جديد تنظيم داعش واصل استقدام تعزيزات كبيرة إلى المدينة في محاولة جديدة منه للسيطرة عليها لكنه حتى الساعة ما زال يواجه مقاومة شريسة من القوات الكردية داعش أرسل المزيد من الدبابات والمدفعية الثقيلة إلى الخطوط الأمامية والمعارك تدور من شارع إلى شارع ما يصعب على الطائرات الحربية استهداف مواقع داعش التحالف الذي تقودها أمريكا يقول أن مقاتلاته وصلت تنفيذ ضرباتها الجوية ضد مواقع التنظيم وتجمعاته الساعة الأخيرة شهدت غارات استهدفت على نحو الخاص تجمعات لداعش في الأحياء الشرقية من عين العرب كوباني ما أدى إلى تدمير آليات وسقوط عدد من القتلى التنظيم يقول أنه يسيطر حالياً على نحو 40% من عين العرب وخصوصاً المناطق الواقعة في شرقها إضافة إلى أحياء في الجنوب والغرب كما يسيطر على المربع الأمني في الشمال الذي يبعد نحو كيلومتر واحداً عن الحدود التركية وهدف التنظيم هو ضمان السيطرة على شريط طويل على الحدود السورية التركية القوات الكردية تقول أنها تتصدى للتنظيم في كل مرة يعاود فيها الهجوم وأنها شنت هجمات مضادة وعلى أكثر من جبهة استهدفت إحداها أليات للتنظيم كانت تحاول الدخول إلى المدينة ما أدى إلى مقتل 36 مقاتلاً من التنظيم على الأقل كما يؤكد الكرد أن مقاتلي التنظيم حاولوا الوصول للمرة الأولى إلى الحدود التركية في شمال البلدة لكنهم نجحوا في صدهم ترجمة نانسي قنقر